التسعب توقيت القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار بما يساعد على تحقيق الاستقلال الأمثل أو الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع قائد القيادة الاستراتيجية المشرفة على التصنيع العسكري الفريق أحمد خالد وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضري لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بتطوير الأحياء بمحافظتي القاهرة والإسكندرية وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي برفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق بما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل يتوجه وزير الخارجية سامح شكر اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة ثنائية للدعم وتعزيز العلاقات الثنائية وللمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية وبحسب بيان الخارجية فمن المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة نظره الإيطالي والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ورئيس السندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد هذا ومن المقرر أن يشارك شكري خلال الزيارة في منتدى حوارات روما المتوسطية برئاسة الرئيس الإيطالي ومشاركة عدد من مزراء خارجية دول المتوسط حيث خصص المنتدى جلسة حوار مع شكري لإستعراض الرؤية المصرية أزاء التطورات الإقليمية والدولية وأهم التحديات المرتبطة بأزمتي الغذاء والطاقة فضلا عن استعراض نتائج قمة كوب 27 وأهم مخرجات قمة المناخ قالت بريطانيا أنها وفقت من حيث المبدأ على اتفاق التجارة الرقمية مع أوكرانيا وهي أول اتفاقية من نوعها للندن في شرق أوروبا وتسعى بريطانيا للدعم الاقتصاد الأوكراني بعد العملية العسكرية الروسية على كيين كانت المحادثات حول الصفقة الرقمية قد بدأت في الصيف الماضي قال حاكم منطقة كورسك أن القوات الأوكرانية قسفت محطة كهرباء في عدة هجمات على منطقة كورسك الروسية ما تسبب في بعض الانقطاعات في الكهرباء وقال حاكم منطقة أن بسبب هذا تم انقطاع جزئي في التيار الكهربائي في مقاطعتي سودجا وكورنيفو مضيفا أنه لا توجد معلومات فورية عن وفيات أو إصابات محتملة أعلن البيت الأبيض تنظيم قمة من أجل الديمقراطية في مارس المقبل يشارك فيه نقاشاتها قادة كوستاريكا وهولندا وكوريا الجنوبية وزامبيا وقال البيت الأبيض أن القمة التي عقدت نسخة أولى منها في العام الماضي ستعرض قدرة الديمقراطيات على التعامل مع تحديات العالم الأكثر الحاق أعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات للنفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير وقالت مصادر أن مخزونات الخام ترجعت بنحو 7.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر وزادت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 4 ملايين برميل ورياضيا تغلب المنتخب الإنجليزي على ويلز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والختمية بدوري المجموعات ببطولة كأس العالم بهذه النتيجة تأهل منتخب إنجلترا إلى الأدوار الإقصائية من البطولة متصدرا جدول ترتيب المجموعة الثانية وبرصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل وتسجيل 9 أهداف وتلقى هدفين فقط نهاية مجز التساعة وده الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل